من جانبه خفف الوزير الخارجي الإيراني من دور بلاده معلنا أنها لا تنوي توسيع دائرة الصراع في المنطقة مبين أن إيران تواصل تقديم الدعم السياسي والإعلامي والحقوقي للشعب الفلسطيني سنواصل دعمنا السياسي والإعلامي والحقوقي للشعب الفلسطيني ونعتبر المقاومة حقا مشروعا للفلسطينيين ولا ننوي توسيع دائرة الصراع في المنطقة إن واشنطن تدعم الكيان الصهيونية بنحياز والحرب ضد الفلسطينيين تتم بإشراف أمريكي يتوهم الكيان المحتل بإنهاء المقاومة في غزة من خلال استهداف المدنيين وتهجيرهم المقاومة في فلسطين ولبنان أفضل من ذي قبل وهي ستحدد نتيجة المعركة